خبر معانا النهاردة وتفاصيله شهدت مدينة السادات في المنوفية مقتل فتاة على ايد شقيق صحبتها أثناء زيارتها لمنزلهم بالمنطقة الأولى ابني بيتك تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية اختار من العقيد ندال المغربي مأمور مركز شرطة السادات ببلاغ بمقتل فتاة داخل منزل بالمنطقة الأولى دائرة المركز وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الوقع لبيان سببها وضبط المتهم بالانتقال والفحص تبين مقتل نون عين ألف ستة وعشرين سنة أثناء زيارتها لمنزل صحبتها جيم ميم عين وأن فيه مشدة طبعا هنقول التفاصيل ونقول لي أعتلها دلوقتي قالوا أن فيه مشدة كلامية حدثت بين المجنة عليها وأخو صحبتها تطورت لخنقها بالإشارب ومسرعها في الحال أولا متفلح محاولات إنقاذ حياتها لكن التفاصيل إن هي المتوفية الله يرحمها دي عروسة عقد قرنها من فترة قريبة جدا وكان فيه أيام قليلة فقط عشان الزفاف بتاعها يعملوه وحفلة الزفاف لانتظرته يعني مدة طويلة جدا كانت بتحضر فستانها الأبيض لكن للأسف ارتدت الكفن بدل فستان الزفاف عروسة المنوفية كانت رايحة زي العادة عند صحبتها عند بيت صحبتها هي متعودة تروح عند صحبتها في البيت تقعد معيها شوية لكن عرفت اليوم ده إن فيه خلاف بين صحبتها وبين أخوها فقالت إيه؟ لأنهم كلهم في محافظة البحيرة وبيقيموا في مدينة السادات بالمنوفية يعني هم أصلا هي وصحبتها من البحيرة لكن عايشين في مدينة السادات بالمنوفية فعرفت إن فيه خلاف بين صحبتها وبين أخوها بين أخو صحبتها يعني فقالت أروح فقالت أروح إنها إيه؟ يعني تسالحهم على بعض لأنها ما اعتبر صحبتها وأخوها إنها من أفراد أسرتها وإنها تقدر تحل المشكلة اللي بين صحبتها وأخوها لكن للأسف الأمر تحول لمأساة لما أخو صحبتها أطبق بأيديه على رقبتها وبعدها لف إشار بحول رقبتها وخناءها لغاية معانيها جحزت وفرقت الحياة لا إله إلا الله والدة الشاب المتهم قالت ادعت إنه هو مريض نفسي وإن أصبته حالة من الهياج والصرع لأنه بتعالج من المرض دوت في الفترة الأخيرة وما كانش في وعيه لما قتل العروسة صحبة أخته اختلفت الروايات فيه كذا رواية قالت لكن لسه ما فيش الحقيقة يعني الزهرة فيه رواية قاله إنه كان فيه خلاف بين صحبتها وبين أخوها فعلا وإنها رحت عشان تحل الخلاف ده فقتلها فيه رواية تانية بتقول أثناء ما العروسة الله يرحمها دي موجودة في بيت صحبتها نشبت بينهم مشدة كلامية بين العروسة يعني وبين أخوه صحبتها تطورت المشجرة يعني قال إنه فيه خلاف نشب بين العروسة وبين صحبتها فتحولت لخناءة فالمتهم سمع الخناءة دي فاشتبك مع العروسة وخناءها رغم إن فيه روايات مختلفة لكن نسيجة واحدة إن العروسة تقتلت طبعا انتابت حالة من الحزن رواية السوشيال ميديا بعد تداول سورة المجنع عليها وتربط محاكمة المتهم والقصص منه وتوقيع كشف التب عليه على قوى العقلية حتى لا يفلت من العقاب بالدعاء الجنون لا طبعا مش أي واحد يقتل اللي هيقول أنا مجنون ده فيه تحقيقات وفيها يودوه يكشف على قوى العقلية الموضوع مسهل ومش لعبة وهنشوف تطورات الحدثة إيه وبقى وافيكم بها أول بأول إن شاء الله